سيدنا محمد دان وعنالي وصحابي اجمعين معاكم باش مانت السلام برحمان فرغالي ان شاء الله في فيديو جديد مكملين البلاي لست الخاصة بالبيليكس في الفيديو اللي فاتح احنا تكلمنا على السورسيز وتكلمنا على السكوب وتكلمنا على السولفر لانه دول حاجات مهمة جدا وعنستخدمها ان شاء الله مع الفيديوهات اللي جاية احنا بناخد ليه الحاجات دي ستيب باي ستيب عشان بعد كده لما نيجي نبني بقى موضل كامل تبقى انت فهمت ده بيتجاب منين ده بيشتغل ازاي وهكذا خلاص اول ما بتفتح بيزهر لك حاجتين بيزهر لك اللي براوسر وبيزهر لك الخانة اللي من خلالها بتعمل نيو موضل بيطلع لك الشاشة دي اول ما بتدوس نيو موضل تمام طيب على الجنب في اللي براوسر احنا تكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا ان انت السيستم ده اللي بتجيب منه السكوب بتجيب منه بتدراج وتنسيرت الحاجات دي واتكلمنا على السورسيز في الكنترول كان فيه سورسيز تكلمنا على الستيب تكلمنا على البولش جنوريتور الرامب الساين ويف الكلوك والكونستانت ممكن ما تكلمناش عنه قد كده لكن الكونستانت هو ثابت بتحطه بيتعرض لك سواء على السكوب او ما فيش مشكلة فيه هنتكلم النهاردة عن الماس لان الماس مهم جدا يعني انت وارد تستخدم الجين وارد تستخدم الصم وارد تستخدم السبتراكت البرودكت الديفايد الابسليوت الساين التريجومتريك فانكشن لو انت عاوز تعمل ساين ويف لحاجك وساين الماس فانكشن وفي الاخر الماكسوم والمينيوم فالحاجات دي كلها مهمة جدا في الماس يعني نقعد نكتشف فيها واحدة واحدة كنا نشوف الدنيا ماشى فيها ازاي الكلام ده كله مهم جدا وطبعا عدف لهم بعض الحاجات اللي ايه زي ما بيقولوا التحبيش يعني انت ممكن تحتاج طبعا من السورسز كونستانت عشان لو عاوزين نشوف منجمع رقمين نتروح رقمين ممكن نجيب رامب برضو ممكن نشتغل بيها والكلام ده كله خلاص الجين واضح وضوح الشمس ان انت عندك رقم مثلا خمسة او اربعة عاوز تضربه مثلا في جين اللي هو اتنين فالطبيعي ان انت اطلع لك حاصل ضرب الرقمين يعني انا لو عندي في الكونفيجريشن او الامبليمنتيشن بتاع الدايرة بتاعتي عاوز خارج حاجة اضربه في رقم فالضرب في رقم واحد تقدر تحط جين هنا لو انت عملت في السيميليشن ستورت اطلع ان الرقم طلع لك تمانية فالدنيا شغالة زي الفول نفس الحيكاية طبعا الاد والسبتراكت بيانين جدا ان انت عاوز تاد او تعمل سبتراكت الرقمين مع بعض يعني لو دوسنا كنترول احنا قلنا كنترول ودراج وانسورت بيعمل كوبي بسرعة فانت تحط هنا مثلا عاوز اد الرقم ده مع الرقم ده او تسبتراكت الرقم ده من الرقم ده نخلي ده تو وتجيب display برضو تشوف اللي اطلع فلو عملنا كده تلاقي ان انت تطرح رقمين من بعض يعني ما فيهاش حاجة صعبة نيجي الabsolute الabsolute هنا الهدف منه ان انت لو عندك رقم مثلا ممكن يكون موجب او ممكن يكون سالب لكن الخارج بالنسبة لك عاوز ودايما موجب فبتعمل absolute للرقم absolute للرقم بيدي لك دايما الرقم اللي طالع بوستف يعني احنا انا عملنا simulation start طالع اربعة لو عملت برضو سالب اربعة هتلع لك برضو اربعة انا عملنا simulation اللي هو ctrl t انا هدوس ctrl t من عندي على طول فهتلاقي برضو اللي طالع لك اربعة يبقى انت سواء حطيت سالب عشان الناس تتأكب برضو هو start حطيت سالب حطيت موجب الابسليوت بيشلك الاشارة بالنسبة لك طب نيجي في ال sign number في sign number هو بيبدأ يشوف والله لو كان الرقم موجب انا عديك اقول لك الايه الاشارة موجب ان انا طلع لك one من السين انا عملت كده او دلوقتي ctrl t هتلاقي دلوقتي عشان الرقم سالب هو بيطلع ليه سالب طب لو الرقم موجب ctrl t ايطلع لك ان الرقم من هنا موجب خلاص فانت ال sign هنا بيديك الاشارة بس مش اكتر ولا اقل لو ضغطت على سبتراكت هتلاقي ان ايه اصلا هو عندك نوعين منه يجبه لك بشكل مربع يشكل راوند دايرة دست هنا اوكي فهتلاقي ده الشكل وممكن لو شلت هنا المجموعين وشلت علامة اللي هي الواقف اللي هي السلاش اللي واقفة دي ودست انتر هتلاقي عملك الموجب من فوق ومن تحت لو انت مثلا عملت موجب موجب سلاش واقفة موجب موجب سلاش واقفة موجب موجب بس او خليهم ثلاثة موجب مثلا سلاش واقفة زي المتلاب يعني هي زي المتلاب بالزبط خلاص لو انت عاوز تخلي ده سبتراكت هتعمل دي مينس بص هتلاقى سبتراكت فيعتبر الجمع والطرح زي المتلاب بالزبط يعني انت مثلا لو احنا عملنا هنا علامة السلاش موجب بقولك الماكسوم تلاتة امبوت عشان كده احنا لما بنحط طب احنا لو عملنا كده مينس مش قابلها خلاص مش مشكلة موجب موجب تلاتة موجب مش قابل يبقى هو هنا طبعا المتلاب بالصراحة الميزة ان بيديك ال number of inputs اللي انت ايه اللي انت عاوزها يعني مش مش limit باثنين ولا تلاتة ممكن تحط اربعة تدخل اربعة تدخل تلاتة الجمع والطرح زي ال product يعني انحنا لما جبنا ال product يعني انت هنا مثلا لو دوست عليه double click وشيلت علامة العلا بقى product تدرب عاو تخليها فيه فيه برضو عشان ايه اه تبقى product ال product ممكن يكون rectangle او round دايرة او ان هو يكون round اللي هو ايه ال round الدايرة او يكون مربع وطبعا لو حطيت علامة ال slash برضو هنا الوقفة اللي هي shift slash هتلاقيه زبط لك ال product بقى زيه زي الصم يعني فممكن تستخدم ال product مربع دايرة وتفرق تدرب رقمين في بعض يعني مش محتاجة ان انا نشرحوها ان انا اجيب اهدل ال 4 مثلا اضربها فاربعة فاتلاقي ان الخارج ايه 16 انا بدوس control طبعا و drag و insert فبيعمل كوب عشان نستجمع معي control t طلعوا عليه هون مجموعة 16 واخد بالك ان انت مع الوقت بيتفاهم اكتر بعمل دي ازاي بعمل بضرب ازاي برن بسرعة ازاي بعمل كوب ازاي الكلام دا هتكتشفه بالاضافة خبرتك في المتلب هتسهل عليك التعامل مع البلكس هتلاقي فعليا انا فاهم متلب انا فاهم الدنيا ماشي ازاي هنا الصين ويف بتاعتي انا لو في حاجة مثلا داخل وعاوز اخد الصين بتاعتها فممكن ادخلها هنا لازم قلت لك لو عندك اوميجا t فاو دخلت الاميجا t هترسم لك صين او ادخل رامب مثلا اهي رامب حاجة ماجنيتود بتغير مع الطايم بص بص الرامب تعال نشوف على الاسكوبة يطلع لك ايه ctrl t بص عالي التردد بتاع الطايم مثلا نخليه مثلا واحد من عشرة او 20 ميلي ctrl t بص طلع لك الشكل دا خلاص فانت اخدت الصين ما اصرش يعتبر التأثير اللي بالك فيه مثلا خلينا عشرين وشوفنا ctrl t رسم لك الصين ايه فاهم فاو يعني بتجيب بالصين بتاعت حاجة بتتغير مع الطايم احنا قلنا الرامب بالنسبة لك هو الاسكس قد دلوقتي ولو روحنا للسيميليشن براميترز هتلاقي ان انت الطايم اسبين هنا واحد لو اخدت على السكوب بتضغط على السكوب وتروح للفايل تقامل سكوب براميتر هتقول ان انا عندي to plot ادوس apply اوكي وتبدأ تعرض ليه الرامب مع الصين عشان تشوف اللي طالعلك اهو ctrl t بص اهو عندي من zero روحت عند الواحد اتك 20 نزوم اهو كبر السكوب من zero الواحد اعشرين فا تلاقيه ان هو اخد الصين من zero الواحد من عشرة او من zero الى ثلاثة من عشرة ساملك الصين الواحدة يعني تمام بقى انا في خدت كده عرفت ان فيه عرفت ان فيه subtract عرفت ان فيه division طبعا division هو كان division في الاول كان فيه اسمة انا اللي فضلت عدل ولعب هنا كان في اسمة هو بالشكل ده ده على ده وتحوله بدل round rectangular بالشكل ده فهم وممكن تشيل اللي بقى فيه الاول وبقى كده على وقبقى زبط براحتك شكل اللي انت عاوز تقسمين تضرب مين الكلام ده كله هنا في الماس تقدر تاخد حاجات كتيرة تاخد square تربع تاخد الجزر تاخد 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 ففيه شوية mass operation حلوة كده ممكن تستخدمها برضه ان انت هنا تاخد الاتنين اتربحها تطلع لك كام تطلع لك اربعة تجيب display control drag insert control t تطلع لك اربعة زي ما انت شايف المينموم الماكسوم برضه مهم ان انت رو عندك مثلا عندك هنا اتنين وعندك هنا رامب مثلا بتتغير لو احنا روحنا ل simulation parameters وخلينا ده خمسة مثلا apply اوكي وخليت الرامب دي واحد فهتطلع linear نطلع نجيبه scope طبعا هنا ما فيش الميزة بتاعت الماتلاب ان انت تسرش على component يطلع لك ده بقت ميزة جديدة في الماتلاب ان انت على في اي مكان في اسميلينك فايل تسرش على component يطلع لك فانت هنا محتاج scope اتروح تدراج و insert scope بالشكل ده اللي انت متوقعه خلينا نفتح scope ده ونخليه برضو في scope parameter ان هو يبقى 2 اشانا اقريك ايه اللي انا طلعته ما بين maximum والمينمم وادوس ctrl T فاعتلاقي ايه اللي حصل ان انت طول ما انت تبتاخد المينمم المينمم اللي هو مين دي الرامب بتاعك فالرامب بتاعتك بتتغير من 0 ل 5 والمفروض ان المينمم number انت بتقارن مع الاقل اللي هو ال 2 فطول ما الرامب اقل من 2 انت واخد الرامب او طول ما الرامب اقل من 2 انت واخد الرامب اول ما الرامب تعدي الاثنين اللي هي في اللحظة دي اول ما الرام بتعدي الاثنين هتلاقي ان انت اخدت الايه? الاثنين بقت هي المينيموم نمبر بالنسبة لك. لو حولت المينيموم دي الماكسوم هتلاقي العكس بقى. الاثنين هتبقى في الاول هي الماكسوم لحد ما الرام بتعدي فتاخد ايه? اللي عملنا كنترول تي. هيبقى هتلاقي ان انت طول ما الرام اقل من الاثنين فالاثنين هي الماكسوم وبعد كده تكمل بالشكل اللي انت شايفو الرام بعتعد اللي اتنين يبقى اللي بقى من الرامب هو ايه الاقصى بقى شوية mass operation مهمة جدا جدا احنا واجبنا الاربعة واسمناها كيكون instant على الاتنين مثلا دخلناها كده وعرضنا الكلام ده على display عملنا control t هتلاقي اربعة الاتنين اعطاك الاتنين فاحنا جربنا كل حاجة وفهمنا كل حاجة في الماس ودول زي ما بيقولوا كده التحبيش بتاعة السيستم بتاعي السيستم وانا شغال اه انا ببني مثلا خب بالك احنا في الconverter ببني direct power بس فيه شوية control على شوية sources على شوية scopes في الكلام ده كله فعشان كده احنا بنحتك بالحاجات دي وبنربطها شوية بالمتلاب عشان زي ما قلتلك المتلاب في الاول وفي الاخر هو الشكل العام واحد حتى احنا وبنغير في بعض الحاجات تحس ان الدنيا قريبة جدا فاتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو انا مش هتطول عليكم ان شاء الله لو في بعض بس الحاجات تانية اللي احنا محتاجينها في الانترو بتاعتنا نقدر نديها نشتغل عليها الفترة دي لحد ما نبدأ على اول بقى حاجة مهمة عندنا ناخد circuit بقى وناخد شوية دوار ونشوف اهمية البليكس وبناية الدوار في البليكس ازاي يعني نتابعوا الكلام ده مع بعض اهم حاجة اهم حاجة دعوا بظهر غيب بالطمئنينة والاستمرارية والتوفيق وحسن الختمة شوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته